من الشيطان الرجيم من همزه ونفحه ونسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق محلوم للسائل والمحلوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم لأمان والذين هم لفرود والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم لفرود والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفرودهم حاكمون والذين هم لفرودهم حاكمون إلا على أزواجهم أو ما ملتت أيمانهم فإنهم غير مأمون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العالون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين فقروا قبلك مخطئين عن اليمين وعن الشمال العزين أَيَطَمَعُ كُلُّ مْرِمْ مِنْهُمْ عَيُّدَ خَلَجًا نَتَلَعِي كَلَّا إِنَّا خَلَقَنَاهُمْ مِمْ مَا يَحْلَبُونَ سؤال الأخير اقرأي قول الله تعالى في سورة المرسلات بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همضه ونفخه ونسيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون فلا يؤذن لهم فيحتزون ويل يومئذ للمقذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمقذبين إن المتقين في ذلال وعيون وقواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون إِنَّا كَذَلِكَ نَجَدِ الْمُحْكِينَ ويل يومئذ للمقذبين كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجَرِمِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجَرِمُونَ ويل يومئذ للمقذبين وإذا قيل له مُرْكَعُونَ لا يرْكَعُونَ ويل يومئذ للمقذبين فَبِأَيْ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُمْ شكرا لكم